حاليما مخلوفي امراض قصت عليها الحياة فأصبحت صورة تحكس وضعا مزر الشلول النصفي أقعدها فأخذ منها كل شيء فلا زوجا يرعاها ولا ابن يعتني بها ولا أقارب تستأنس بهم شباب جمعية العناية بالمريض ومساعدة دول احتياجات الخاصة بولاية الجلفة تجندوا لمساعدتها فأصبحوا سندا لها ومؤنسيها في وحدتها إذ يقومون بالعناية بها رفق تجارها الوحيد بإمكانياتهم التي تكادوا أن تكون منحتمة وعاشها وحدها مش من زوجها ما عادش بلايدات ما عادش ليقوم بها مطلب تحها أن تحوص تروح لدار العجزة مطلب تلح عليه أن تحوص تروح لدار العجزة لأنها ملقاش ليتكفل بها ليقعد معها في الدار ليو الناس هلها ملكنش قاعدة وحدها في الدار لقدر لها كش من كونه مش ما يصرا فيها يعجز الليسان عن تعبير الحاجة الوحيدة اللي نطلبها نطلب موسيد والي تدخل العجل في أقرب الأجل مخلوقها لها تعذبت معدها لا أفامي لا جيران وكين جار فريد اللي يدور عليها وتناشد حليم مخلوفي تدخل السلطات على رأسهم والي ولاية الجلفة من أجل التكفل بها وتوجيهها إلى دار المسنين لتقضي ما تبقى من عمرها وصد الرعاية والمتابعة ترجمة نانسي قنقر